حدقت في أثاث مكتب المحقق هائبة إنها لا تستطيع أن تتخيل نفسها نائمة مع السجينات هناك بتهمة فضيعة كتلك ثم ما هذا المحامي؟ فقد كان رشيق الحركة بليد الفكر رغم أنه لم يعد موسيلة يحاول فيها إخراجها بكفالة على اعتبارات الأقليات الأجنبية يبدو أن الأمر سيرفع لجهات عليا وخاصة وأنه بين بلدين وهي تقبع وحدة في هذا المكتب المقيت في حين محاميها والمحقق مختفيان خارجا وللعجب فهي هنا معززة مكرمة رم أنه يفترض أن تكون قاتلة متهمة هناك رجل بالباب يريد مقابلتك حدقت في الشرطية الطويل وهي ترى الأمر بمنتهى البلاها فمنذ أن خرج المحقق والمحاميها أصبحت عاملك صاحبة المكتب دعه يدحل أجابت بلا مبالع وبهدوء دخل السيد كان مكتنزا بعض الشيء ذا بشرة حمراء محروقة وعينين صغيرتين كثيرتا الحركة وكان شعر رأسه يفسح مكانا كبيرا لفراغ قريب ليضفي على شكله شيئا من الليونة حدقت به بهدوء جلس دون استئذان ولخص الأمر بطريقة رهيبة اسمي منذر عبدالحق أعمل محامي كنت صديقا للوالد يسامى رحمه الله لقد علمت بما جرى ورفع يده ليسكت تساؤلها تسألين كيف؟ إنها طريقة خاصة ولكن يا صغيرتي أضمن لك إذا وقعت على هذا التوكل الذي يعطيني الحق بالدفاع عنك ستخرجين من هذه الورطة خلال ساعتين ومن القضية خلال مدة أقصى أسبوع حدقت به متسائلة هل أنت جات؟ تماما كان يبدو مستقيم الطريقة واضح الأسلوب هل تدرك كم تبلغ القضية من التعقيد؟ أدرك تماما وقعي وسترين وإذا لم يعجبك الوضع ستسحبين التوكيل لكني لا أملك تكاليف محامي كفو مثلك قاطعها انتظري يا بنيتي يبدو أنك تنسين أنك ابنة صديقي العزيز لا أريد منه إنها ليست منه ولا صدقة والدكي كنت أبحث عنه منذ ستة أشهر لأرد دينا قديما له علي الدين مادي ولكن الآن أظنه أفضل فرصة لرددين حتى قطبه مفكرة ها؟ متلها الورقة؟ كما كانت؟ نظراته قد أصبحت أكثر استقرارا مما أثار فيها شعورا بالارتياح حسنا لن أخسرك أكثر مما قد خسرت ألقى التوقيعا سريعا على تلك الورقة البغيضة والآن يا صغيرتي هل لا أجبتني عن بعض الأسئلة البسيطة؟ من هذا؟ هتف المحقق عندما فتح الباب إنه محامي أجابت بهدوء ولكن أنا احتج السيد كوك قطعته مؤكدة أنتما الاثنان سيد أرثر وبدأ الانزعاج على الأخير ولكن الأمر لم يلفت نظرها بقدر ما كانت تتفحص هذا الوافد الجديد ذي الهيبة الكبيرة وأوضح المحقق معرفا إنه السيد محمود بيك سوف يشرف على القضية لما لها من حساسية وتقدم ذاك الرجل يجلس في صدر المكتب محتقا في المحام الجديد بنظرة غريبة لكن السيد منذر سرعان ما قدم أوراقه الرسمية وعد ليجلس بهدوء بجوار موكلته وافتتح الرئيس الجلسة محمود بيك حسنا لقد اطلعت على ثنايا التحقيق وأرى بأنه لا مجال إلا لاحتجاز الأنيسة أربعة أيام على ذمة التحقيق أرثر لكن سيدي أنت بهذا تهدد العلاقات الديبلوماسية بين البلدين محمود بيك إنها ابنتنا قبل أن تكون ابنتكم ومن حرصي على مصلحتها أضع هذا القرار وتدخل السيد منذر سريعا لكن أيها السيد أريد أن أقوم بمراجعة التحقيق معك لأفند البنودة التي استخدمها المدعي باتهام موكلتي محمود بيك لك الحق في ذلك رغم أنني لا أرى أي فائدة من وبدأ منذر متحمسا غير عابئ بكلام الرئيس لنعود للبداية أظن أن أهم بند قامت على أساسه التهمة هو البصوات الموجودة على فنجان القهوة وهل بالسؤال فيما إذا كانت محتبراتكم قد وجدت السم في ذلك الفنجان وتدخل المحقق مجيبا طبعا لا فالفنجان كان قد غسل بعناية فائقة حتى أنه كان مازال رطبا عندما كشفنا على الحدث فتابع منذر منتشيا كيف غسل بعناية فائقة فيما كانت البصمات موجودة على سطحه أي مجرم هذا الذي يزيل أثار السم جيدا ويترك بصماته على الفنجان المحقق ربما كانت هفوة منذر الأمر ليس كذلك أخبرهم يا حنين كيف وصلت بصماتك إلى الفنجان وكان عليها أن تتطلع جيدا في عيونهم جميعا حتى تتأكد من التأثير الصادق لكلماتها عندما سمعت صوت الهم هم باديا من المطبخ كان يتوجب علي أن أتجه إلى هناك وما كنت أدفع الباب حتى تدحرج فنجان القهوة النظيف أمام قدمي ولم أمنع نفسي من رفعه ثم أدركت بعدها أن السيدة هدى تعاني الاختناق بسبب تأثير السم ثم حصل ما حصل منذر إذن حنين ماذا كانت المرأة تعمل قبل أن تعاني سكرات الموت حنين أظنها كانت تغسل فنجاني القهوة المحقق إذن فقد شربت القهوة معك حنين كلا الفنجانان كان موجودان فوق الطاولة عندما استقبلتني في بيتها وتابع المحام مؤكدا أيها السيد كيف تترك هي بصماتها على فنجان قهوة يتهمونها بأنها وضعت السم فيه رغم أنه كان نظيفا تماما بل حتى مختبراتكم كلها لم تجدوا للصم مكان فيه محمود بيك هذا لطيف لكن ماذا عن المسروقات منذر كيف يا سيدي تلجأ فتاة متعلمة للسرقة وهي كما ترى في غاية التعقل في حين يمتلئ رصيدها بما يزيد عن خمسين ألف دولار محمود بيك قد تكون مصابة بذلك المرض منذر مريضة وهي طالبة متفوقة وإذا كنتم تشكون في رجاحة عقلها أنا لا أمانع في أن تعرضوها على طبيب نفسي ثم كيف عرفتم أن السيدة كانت ترتدي عقد اللؤلؤي ذاك أثناء الحادثة المحقق لقد أكد أقارب السيدة ذلك إنها ترتدي ذلك العقد دائما تقريبا منذر تقريبا ألا يمكن أن تكون المجني عليها قد بعثت أو بعثته للتنظيفه أو لصيانته وخاصة أنها تعيش وحيدة لا أحد يستطيع أن يجزم البتة ماذا يمكن أن تكون قد فعلت به ثم أن ذلك المبلغ المدعى في خزانتها هل جزم أحد من أقاربها بوجوده؟ المحقق كلا لم يفعلوا ذلك وستدار منذر موجها حديثه إلى محمود بيك حسنا أيها السيد إنكم تتهمون موكلتي بحديثة سرقة لست متأكدين أصلا من نقوعها فكيف يحصل هذا؟ المحقق لكن موكلتك كذبت بسبب سوء حالتها المادية منذر هذا ليس صحيحا ومثله يده بنسخة عن الحوالة المالية التي بعثها أحمد لها فيما كانت هي تحدق به مصدومة الأمر يا سادة أن خطيب الأنيسة عندما أدرك سوء حالتها المادية بعث لها بهذا المبلغ على سبيل المساعدة فهو تقريبا المعيل الوحيد لها المحقق وهو يدقق في تاريخ الحوالة لنقول أن الفتاة اكتشفت الحوالة بعد ارتكابها للجريمة منذر لا إله إلا الله لا يجوز أن تجري من المتهم بهذه الطريقة الأنيسة لم تكن معدمة إطلاقا إن عمها هو السيدواء المقدسي رجل الأعمال الفرنسي المعروف وهو يقيم في الولايات المتحدة ثم أنه هو الذي يشرف الآن على تعليمها كما أنها تقيم في بيت الملك وتملك سيارة وتدرس الطب وخطيبة لطبيب معروف وكان عملها ليس إلا رغبة في الخبرة والاعتماد على النفس فكيف نقول أن سوء حالتها المادية دفعتها للسرقة؟ محمود بيك ماذا عن السم؟ منذر إن أي شخص يعمل في مجال الطب والتمريد والصيدلة وحتى العلوم الحياتية يستطيع أن يوفر هذه المادة لأي شخص ولا يعني كونها طالبة طب أن ترتبط بهذه المادة على العكس لو أرادت هي ارتكاب الجريمة فإنها ستبتعد كثيرا عن السموم التي تحتيتها تسأل المحقق منفعلا أتريد أن تقول أن هذا الذي حصل صدفة؟ ابتسم منذر لفضادة هذا المحقق وأجاب لنقول إنها الظروف وهي حسيت